ضربنا في الكزان سعادة هي قدامكم وإحنا واقفين ماركين وإحنا واقفين في السيارة طلع علينا وخبطتها في الكزان شرح رأسي هاي قدام الأمريكان وقدام العالم جميعوا يسمع اعتداء آخر للمستوطنين أمام مرأة الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمر لحظة وصوله لبلدة حوار جنوب نابلس زيارة تكشف عن الجهود السياسية في المنطقة للإدارة الأمريكية في ضرورة التوصل لخفض التصعيد بعد سلسلة الاعتداءات الكبيرة للمستوطنين في مناطق جنوب نابلس في بلدة حوارة استمع عمر للمتضررين واطلع على حجم الدمار الهائر في البلدة حيث لا تزال شواهد هذا الاعتداء واضحة يصعب على الأفراد تجاوزها بمفردهم شولة صار غير مقبول أبدا وإذا كلمة بالإنجليزي المنطقة للإنجليزية يتطلع للمتضررات وإنجليزية وإنجليزية المستوى السياسي الفلسطيني يأكد أن الزيارة تأتي لمطالبة المجتمع الدولي توفير الحماية للفلسطينيين وضرورة تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية أمام التفاهمات الدولية والإقليمية يعول الفلسطينيون اليوم على ضرورة ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطا لوقف هذه الاعتداءات قبل تفجر الأوضاع الميدانية فما حدث من زلزال اعتداءات المستوطنين يقابله اليوم حزات ارتدادية في عمليات مسلحة بالضفة الغربية المطلوب هو كبح جماح المستوطنين وكبح جماح الاعتداءات الإسرائيلية كبح جماح الاستيطان واعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني لا بد أن يكون ونحن ندرك أن للإدارة الأمريكية القدرة على ذلك يرى مراقبون أن ستين دقيقة من زيارة الوفد الأمريكي ليست كافية لفهم ست ساعات من اعتداء المستوطنين الأكبر والأوسع منذ عقدين من الزمن تجاه القرى والبلدات الفلسطينية ما أن غادر الوفد الأمريكي بلدة حوار بعد الاطلاع على حجم الكارثة واعتداءات المستوطنين أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس أغلق الحواجز التي عبر منها هذه وبقي الفلسطينيون الآن في وجه المواجهة وفي عين العاصفة عاصفة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين خالد بدير قناة الغد من حجز حوار جنوب نابلس فلسطين اشتركوا في القناة